اهلا وسهلا ومرحبا بكم اكيد متابعين على موجهة الاذاعة الوطنية التونسية فقرتنا الاولى في برنامجنا اليوم بعد ما كنا نسمع في صوت عبير عابد ومحمد جبالي في اعادة هكا بتوزيع اوركسترالي الحصنة يا للا وحصنة جارتي التوزيع كان بامذاز يد زويري والاصوات اللي كنا نسمع فيه هي محمد جبالي وعبير العابد من المغرب الفقرة الاولى في حلقة اليوم من هاركزين فقرتنا الاولى اليوم كيت في فقرة اسأل الطبيب سعيدة جدا باستقبل الدكتورة كلثوم الكازدغلي بن حمودة اخصائية في طب الاطفال والطب البديل اهلا وسهلا مرحبا بيك دكتورة اليوم بش نحكيه على موضوع مهم جدا الاسهال واللقي عن طريق التسامم الغذائي او التهاب المعدة والامعاء الفيروسي مع الجفاف اكيد بش نحكيه على الاسباب على المخاطر على الفئة الاكثر عرضة للإصابة بالتسامم والتهابات المعدة بعليقة بالاطفال اكيد ولما حالا بنتصور زيدا الكبار ينجموا يستفيدوا خاطر فما موجة المدة هذي يظهر لي متاع حكايات التسمم وبرشة اسهال وبرشة تقيق وكل مرحبا بيك المدة هذي يا عيشك اي فضلك برك الله وفيكم على الدعوة وبرك الله وفيكم على الاختيار للموضوع لخاطر وموضوع الساعة في البريد هذي متاع توا احكيق كبار وصغار هما الاكثر خاصة كيكون تسمم غذائي تقاه عائلي في قلب لحيان يأكلوا العائلة لكل نفس الشي وخاصة في الصيف هذي فما مشكلة متاع انه الحرارة مرتفعة دونك مع ارتفاع الحرارة المأكلات بعض المأكلات مت متنجمش تقعد كيما هي برشة وبالتالي الهنين لاحظوا في المدة هذي عنا برشة تكشكيت اول علامة هي اي اما تقيقية اما جريا نجوف ولهنى دي ما نقوله الاشخاص اللي عندهم العمور الصغير برشة والكبير برشة هذو ما فيهم غيسك متاع انهم يصير لهم جفاف ناكوردو دونك خلينا بديو سعب الاسباب 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 عنا زوز اسباب كبيرة رئيسية في المدة هذي يا اما عنا الفيروسات وفي اغلب الاحيان الفيروسات هذي قاعدة دور في مستوى وقت البحر الناس اللي يمشوا للبحر يصيفون بعدها يرجعوا فما في بعض البيسين زادا دونك الارضية خصبة الارضية خطر فما اللي ميجي تي فما الرطوبة ان دين نقوله نحنا دونك الهنى فما الفيروسات بعض الفيروسات هذي موجودة في الطبيعة بطبيعتها دونك ليهي مربوطة بنظام غذائي غذائي لحدشي دونك نجم انتي في مكان ما يخطفك الفيروس يعطيك الصحة ولهنى الفيروس في اغلب الاحيان بيش نحنا نطمنوا العباد قدرة ربي لبس لكن نحب ملاحظة اللي راهوا الفيروس الاساسي اللي يعمل الجدين تجوف والاسهيل والكل هو فيروس لغوتا فيروس في اغلب الاحيان مش وحده لكن في اغلب وعنا عليه فكسان وهذا ربما الناس ما تعرفوش هذا بنسبة الاطفال حتى الناس الكبار واللي عندهم منعاني قصة واللي يمرضوا ديما وعندهم ريس كمتاع الشيح في الماء يعني الفاكسان راهوا موجود في تونس صحيح ما هو شي في المستوصفات لكني موجود معناها عنا والرجرة عامتها وسهلة يعني تتشرب شربين هذا يقبل الصيف واحد يعني هو ماذا بينا الناس ماذا بينا كيف تصير اغلب الناس يعملوا ترقيح خاصة الاطفال اللي اقلم السنتين اللي فيهم ريس كمتاع الشيح في الماء اكثر نحب ذو انهم يكونوا فاكسيني بالفاكسان هذية وولا والكبار الكبار كانوا عندنا مثلا شخص كبير عنده السكر عنده الدم عنده يعني امراض مزمينة كبيرة ونخافوا عليه منه يتوجه يعني اشوف هو لازم في يعني في العالم الكل موجود الفاكسان هذة في الكالندرية في الروزنامة متاع التلقيح عند الاطفال في تونس ميزيل ما تخلش في الروزنامة لكني ان شاء الله ان شاء الله عن قريب يدخل بقدر تربي يعني عليش ما تخلش في الروزنامة هنا مزيل بش يدخل لأمور ربما فلوس البجي ايو اما اذا ما لاقعشت في الطفل الطفل فما اثار كبيرة الطفل يولي عنده ريسك اكثر بش يعمل لك المرض هكايا اللي هو اللي هي الفيروس اللي يمشي في الجهاز الهضمي وبطبيعة اذا كان احنا باكسيني بش تجي الحاجة اتنويت ها دي ابرك شوية ابرك باهي دونك واذا مش باكسيني شين المخاطر انه واحد يخطف الفيروس هذة صغار شوالي فما ساعة اسهيل وتقيق هذة اوتوماتيكمان ايه فما اصغار يبدا بالتقيق فما اصغار يبدا حاق الاسهيل وتنجم pone الحراره هذة هذو ما العلامات الأساسية التقيق او الاسهيل التقيق هو الردي والاسهيل جيريان جوف مع صخانة هذو كس traps Thena 3 عوامل يسببه العلامات how many lifestyle الالمشكل هذا يبا untك اهنا الاهم هاجه انه صغيري ما يلزمش يشيح من الماء biases دونك لغ scaredsion لولا ما يلزمش الامة تخلي صغيرها يشيح من الماء اذا كان عندي اسهيل فقط معنا جيريان جوف وكهوا أبرك نجم في الدار نعوذ شفت الصغير كي يخسر يخسر في إسهال وإلا تقيأ ينجم يخسر عشرة بالمئة من الوزن متعوره فساعة لساعة تقول لك فجأة ليلة ونهار ضعاف صغير يعطيك صحة ينقص ميزين وتقاه عنده تحويقة في العينين تلقاه لسانه فيح وخزرته العين خزرت العين معتشك الخزرة الفيقة تقاه في ذيب تقول لك زبل الولدي يعطيك الصحة هذو ما العلامات متع الشيح في الماء ننتبهولهم ما يلزمناش نوصلولهم والويقايات وخيرهم للعلاج على خاطر هو الفيروس بشي يخذ وقته ويمشي على روحه هو البدنه متع البشر هو بشي يحاول يدفع على روحه كيفش بشي يعمل بشي يحاول يتخلص مك الفيروس كيفش يتخلص منه ملفوق بالردين يعطيك الصحة لنك هي اللي بدن قاعد يحاول بشي قاعدك الصحة في الوقت هيك برشة ماء وبرشة سواء وبرشة خاصة الأملاح اللي تخرج من البدن واللي هي تعمل الشيح في الماء دونك احنا في انتظار انو كل فيروس ياخذ وقته وكل ما يلزمناش نخليه صغيرنا يشيح من الماء وقته تصير لنا تعقدات لقدرانها باش ما يشيحش من الماء وهذي وصاية للناس الكل ديما الصغير اللي عنده ولا الكبير اللي عنده تقيق ولا جريا نجوف يلزمنعطيه للشخص هيك يشرب ماء بالأملاح شمانت؟ يعطيك الصحة خاطر احنا كنخسرو ماء وكهو صبع اما نخذو ماء لكن تنخسرو ماء بالأملاح فما بعض أملاح اللي كنخسروهم تخلينا نتقيقو مغير مرة مغير من نحبو احنا يعني فما البوتاسيوم هاذا كيف نتقيقو الكرشة تجري ونخسرو في جسمنا بارشة بوتاسيوم نزول البوتاسيوم هيك يخلينا نردو مغير رادا هكا نردو ردو ربعضو هنا نتخلو في سكونابل في الفرنسية يردو مغير ربعضو وساعات كما قلت انت من فوق من لوتا يمشي يردو ترسيلو اسهالو هذا اذا كان صغيرنا كرشو تجري وكهو نغتنمو اللي هو مغش يرد بش نعوذولو الأملاح بش ميدخل ليش فراتين نعوذو الأملاح هذية عنا فما سشيات موجودين في الفرماسيات الكل معروفين متع الأملاح في أغلب الأحيان تتحل سشي في مئتين ملي معناها خمسة سشيات في إيترا نحضر الإيترا بالبخدوي هذا اللي يخذوا من سشيات ونحط الأملاح في يوز ويعطيك الصحة من الفرماسي وفي عوض ما صغيري ولا كبير يشرب ما فقط يشرب ما بالأملاح هذية السشيات بالأردنانس أو من غير أردنانس حتى اللي فرماسي احنا يعطيوهم معناها ينجم هو إذا في ليلة مليالي وحده ولا حاجة ينجم نمشي نحضر الأملاح يمشي الأقرب فرماسي يخذ الأملاح ويحلهم في الماء في إيترا ما خمسة سشيات يعطيك الصحة بش يعوذ بش يعوذهم دجال فرماسي نجم يقولوا السشي هيكي كيفاش هنا نوصي زيدا حاجة أخرى ومهمة برشا يعيشكم متعطيواش كمية كبيرة من الماء وقت اللي صغير ولا الكبير يبدأ بطبيعته عطشين على فتر العطش هي علامة من علامات الشيح في الماء احنا بطبيعتنا بدلنا كي يشيح نعطشو هنا صغير ولا الكبير يبدأ عطشين وشيح في الماء إلى أنفي بش ياخد برشا كي يشرب برشا يرد هنا نقول لهم بالتقسيط المريح يفضلكم أعطي محكار 30 ملي ماء كل 4 ساعة هكي الشخص هيكي نتفقدوه كل 4 ساعة بش أكل أملاح والماء نعوذوهم من غير فماريس كمتاع ردين يعطيك الصحة تقسيط المريح نقول لهم بالتقسيط هنا إذا كان لقدر الله تخلنا في الردين هنا الأمور تتعاكر شوية عليش على خاطر اللي بدن ما عندك وين ندخلو المياه ماذا بينا في أقرب وقت نعدي ونمشينا لطبيب ومشينا لطبيب والأمور تمام الحالة قديش توقع دك متاع الزبلي ماذا بينا في أقرب وقت نعدي وفيشل وكل نهارين ثلاثة وتمشي على روحها أو تنجز وتطويل الزبلي والفشلة عندها علاقة بالشيح في الماء إذا كان إحنا عملنا الوقاية متاع الشيح في الماء بيش تاخذ وقتها ثلاثة أربعة خمسة ولي بدن يكون تخلص من الفيروس بقدرة ربي وتمشي الأمور بقدرة السامع لعليم هذي إذا كاني فيروسية إذا كاني فيروسية حالة الأخرى التي تسبب بنا الإسهال والتقايا هنا هما التعافونات الغذائية هنا التعافونات الغذائية يعطيك الصحات نجم تكون الأكل وعننا حالات متعددة في المدة هذه زادة التعافونات الغذائية نعرفه بالقديم وانت كتشخص تعرف إس كتعافونات الغذائية ولا فيروس؟ في أغلب الأحيان وقت اللي نسألوا الوالدين شنو اللي صار شنو اللي ما صارش أولاً وثانياً التعافونات الغذائي عنده أساساً علامات هضمية بينما الفيروسي نجم يكون عنده خشم أحمر شوي أحنا كنا عديو عصغير نفرزوا شوي على خاطر التعافونات الغذائي مفاماش عليش بش يكون لي خشم أحمر وحلق أحمر وذينة حامرة وكحة صغيرة هيكم فيروسية ولكن وقت اللي تبدأ عندي معه خاطر في الوقت اللي نعديو عصغير نفرزوا أحنا اللي فيروسي ولا في كل الحالات ميلزمشي شيحلي من الماء هذي الحبوسايا الميساج أساسي الميزمشي شيحلي من الماء صغيري وبالحق الماء أساسو الحياة يعني إذا هو حتى في العادي أحنا بكل شيء حياة أحنا في العادي وصحتنا لبس متر تين هذوك الليزم منهم يعطيك الصحة إكزاكتو ما فيما بالك واحد قاعد يخسر دونك الهني في التعافونات نردو بالنا برشا برشا في البرشا في البرشا منيش من الجلاس لاحظناها برشا اللي بالجلاس هنا ملغز ما فما ربما ربما الكوران ساعة ساعة يتقص عليك الجلاس ونعرفوا بالكدير اللي الجلاس مصنوع فيه الحليب والحليب كيف يعمل كونجيلاتي تشريها تنقاها كينها ذيبت وبعد عودة تعملت نحطوها في بيت الثلج وبعد تنحيها وبعد ترجحها هيك يسي فيها تعافونات دونك نردو بالنا برشا صغيرة عليش ساعة حتى الماكلة نقلوك نخرجوها وإنفوها خرجت من الساية طيب هالعحل مترجح لعتيك الصحة دونك الهنيا نردو بالنا فما زادة عندك الكيتشوب والهريسة والمايوناز اللي هما موجودين في الكسكروتات السريعة ويبديوا عادة وفما الهريسة فما التستيرة هذو ملكلهم في الصيف نتفديوهم شوي علش على خاطر النجم يكون الكونسيرفاسيون بتاحها مش بخفيت معناها واحد يمد من الفريجي دونك وصلتها يزم هتكون مقصوصة فرشكة وقتها تتقص وقتها تتاكل وقتها تماتم مثلا نعرفوا بالكدير تماتم مستحيلة في الصيف ساعتين ثلاثة ساعة دونك هذو ملكل نحتاتوا من الأكلة السريعة اللي خارج المنزل على خاطر فيها غيس كمتاع تاعفونات يعني مجموع متاع مجموعة دونك هيك عليش ان اغلب الاحيان اغلب الاحيان كي تبدأ تاعفونات دونك نعملوا احتياتاتنا احنا نتاوبش نحكيوه بما انو نحكيوه عالاطفال لكن خلينا نشوفوا الفئة الاكثر عرضها ليه اطفال اساسا وإلا زادة الكلنا معارضين الناس كل معارضين لكن الطفل كي يبدأ عمره اقل من السنتين كمية الماء في جسمه اكثر منا احنا يعني احنا الكبار عنا بين ستين وسبعين بالمئة من الصغير عنده ثمانين بالمئة من وبالتالي اللي كي لي بغيد غيك متاعه سنسيب الحساس الصغير وديق حتى الشخص الكبير معناها الموسن كيف كيف عندهم ويبدو صغير الكل الكل هم مروا بالحكاية هذين فماش حد معدوش صغير وقول كاك العام نذكر في الصيف اضرب لي ثلاثة اربع ايام وهو يرد يعطيك الصح دونك الهدايا ذك عليش الاطفل اللي اقل من السنتين هم اللي غيسك اكثر وذك عليش الفكسان موجود عند الصغير اللي نعطيوهم لهم قبل العام لول بش هكيك نحميوهم من الحالات اللي هوا كبيرة من الفيروس هذا بش ما تتعكرش احنا بش نختم معاك بالتعكر متاع الحالة اذا ما عم ايذا لا قدر الله الوين ينجم يوصن الشيء شوف كيف الماء ينقص في البدن نعرف بالقداء اللي الماء هو اللي يعطي السيولة متاع الدم دونك الدم متاعنا كي ينقص القلب متاعنا بش يولي بومبي في كمية متاع دم شوية الهناكي بومبي يعني هالقلب بش يتعب يولي يضخ اقل اكسيجين الحرارات الحمر بش تبدا صعيب بش توصل يعني فما تعقودات نقولوا احنا ديما الوقاية خير خلينا ما نوصلوش للتعقودات اما فما حالات وصلت هكا؟ وي فما حالات توصل اللي هو نقولوا اليه طوى يبرع خليه احنا كبرتكم وخلي مثالش ايه وانتو ما كنت صغار سار عليكم وانتو ما كنت صغار سار عليكم وانتو ما كنت صغير الكنوصل للصغير يرد ورا بعضه على قليلة ثلاث مرات ورا بعضهم انتي تعطيه حاجة ويرد لهنا يزم تمشي تعدي بش نشوفه فيروسية وإلا وإلا توكسي انفكسيون المنتيغ اللي هي تعافن غذائي على خاطر منا نساوش اللي في التعافنات الغذائية فما معالجة اخرى بكتيريا هنا معاتش فيروس وهنا البكتيريا يزمها مضاد لكن المضاد مع الفيروس حكاية فرغة ما يعمل حد شي بالحكس يجير ينجوف البكتيريا تعدي هوني ولا؟ البكتيريا موجودة في الماكلة اي اما انت وعندك حد مرض في العائلة اسكو يعدي ولا؟ لا هو البكتيريا ما تعديش البكتيريا موجودة في الماكلة اللي كلامهم أبعضهم وبالتالي الهنا شفت تفريق بين فيروسي وبكتيريا مهم برشة على خاطر الدواء يختلف يختلف يعني يزم تشخيص في كل الأحوال مش نفهم اسكو فيروس في الهواء انتقلي ويأخذ وقت ويمشي على روحه اما اذا كان هي بكتيريا هذيك هاي اللي يقولولها الجرثومة في المسارين يعبروا عليها هو جرثومة هي كلمة جرثومة تعم بين الفيروس والبكتيريا والبرازيت كلهم جراثيم كلهم جراثيم نحطوهم فرط شكرة اسمهم جرثومة ولكن التفريز بناتهم مهم على خاطر الدواء هو اللي يختلف ان شاء الله ربي يحمينا نسي كل نردو بيننا شفت قديش مهمة المعلومات والمعطيات على خاطر نثبته في الماكلة نحن لديك معلومة مهمة للأمهات والأيباء في الدار اذا كان انت في الليل ساعتين تعليل ومعندك كرابة منتج مش تخرج للفرماسية ولا حاجة وانتي صغير كهكا في فلاستك شكاير نعمل خلطة عربي في الدار نحط فيها مغرفة كبيرة السكر مغرفة متع قهوة ملح ثلاثة قطرات قارس ونزيدها سبعة كابة حلبة واذا كان عندي جرية نجوف نحط فيها مغرفة متع قهوة انشاء في انتظار اني نمشي غدوة ناخذك السشيات نعود هذي مهمة خاطر زيدة فما ريسك ما نقاوش ميت خيل في الليل تبدأ مقصوص ما فميش نيه؟ اه ميلا تاو والينا الماء النجم ومن القاوشي اه ميلا هنا شوف بش نبدي واضحي بش نبدي واضحين حتى احنا ليه المصع تريم تعليل النجم من فيخ ما نقاش ما تخيلي ولينها هنا نحكي على دولو مني غال اي هنا الحقيقة اه لومي نغال مش متع سبالة لا جوبخي فيخ مش ما سبالة في وقت الواحد لا ما يجيش البيل كانوا مش الناس كل تنجم لومي نغال ما يسيلش اذا كان عندي ماء سبالة ولا ناس نغاليوه نغاليوه نخليوه يبرد وبعد نستعملوه اما ريت قديش يدي تاي مهم وقديش لحب خاطر كي تبدأ انتي تحكي وفهمش كون يسمع فيك يقول لك مدام يا دكتورة يجيش البيل كانوا نجم انا في الليل ما نقاش ميت اي نكملو القينا الماء القينا الماء يترا ونص ماء يعني فيها مغرفة متع ماكلة السكر مغرفة متع ماكلة سكر مغرفة متع قهوة ملح بيه ثلاثة قطرات قارص معها سبع كابت حلبة ونس كل تعرف ما نفعل حلبة واذا كان عندي جيري نجوف نزيدها مغرفة متع قهوة نشاء في انتظار نشبك السشيات هيكم واضح ان شاء الله لباس الناس كل شكرا لك مرة اخرى دكتورة كنثوم الكزدغلي بن حمودة خصائية في طب الاطفال والطب البديل حكينا على موضوع مهم برشة تسممات اللي تنجمت جيل الصغار وتسبلهم الاسهال والتقيق في شكرا جزيلا يعطيكم الصحة بركة لو فيكم شكرا لي يا عيشك اذا بعد شوية الدكتورة